أنا قلت لكم في بداية الحلقة أنه هذه القمة اللي بيحضرها الرئيس واللي وصل فيها بالسلامة إلى باريس وتبدأ وقاء على القمة بكرة قلت لكم هنفضل متابع ده عن كثب وأنا اللي ما بقول هنفضل دي معناها مش بس إحنا البرنامج يعني لكن كلنا بالمناسبة لأنه دي قمة تفرق معنا كتير جدا إحنا مصر وتفرق معنا كتير جدا كأفرق تفرق معنا كتير جدا كاقتصادات أسواق ناشئة طيب خلونا هنشوف مع بعض تقرير التقرير مبني على هامش مشاركة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية لمثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا إيه اللي حصل؟ أنا الأول هقول لك تجربتنا لو إحنا مركزين جدا مع فخامة الرئيس الرئيس ما بيطلعش مثلا الزيارة إلى بلد ما أو عاصمة ما لو عنده مثلا مقيم يعني زي ما بيروح مثلا الأم المتحدة اللي هو اجتماعات الجامعية العامة الأم المتحدة هو مش بس رايح اجتماعات الجامعية العامة عنده على الهوامش اجتماعات كتير يشتغل بها علشان خاطر هذا البلد وهذا الوطن وهذا الشعب طب حصل إيه بقى؟ الرئيس وصل فرنسا يبدأ على طول كما جرت العادة بمنتهى النشاط ربنا يا رب يدي له الصحة والله يبدأ يجتمع الرئيس في مقر إقامته في باريس مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية وهتستمر اللقاءات والاجتماعات على هام شهادية القمة إلى أن يعود إلينا سالما وبإذن الله غانما تقرير نشوفه ونرجع نكمل الكلام استقبل السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بمقر إقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس السيد رودولف سعادة رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية سي ام اي سي جي ام وعددا من كبار مسؤول الشركة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء تناول سبل توسيع وتعمق أنشطة الشركة في مصر خلال المرحلة المقبلة ومتابعة التعاون القائم معها في مجال الملاحة والموانئ والنقل البحري في مصر خاصة ما يتعلق بتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير والتي تم افتتحها مؤخرا بحضور السيد الرئيس حيث أكد سيادته في هذا الصدد اهتمام مصر بأن يمثل التعاون مع الشركة الفرنسية قيمة مضافة وتفرة نوعية في تطوير ميناء الإسكندرية الكبير بما يعزز من نشاط الميناء على المستويين الأقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدولية في تشغيل الموانئ والاستفادة من الخبرة الأجنبية على النحو الذي يساعد على الارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصرية في مجالي الوجستيات والتجارة من جانبه أشهد رئيس الشركة الفرنسية العالمية بمناخ الأعمال في مصر الذي يشهد تطورا إيجابيا متسارعا مؤكدا تطلع الشركة لتوسيع التعاون مع الجانب المصري في إدارة موانئ إضافية بما في ذلك من تشغيل المناطق اللوجستية والمحطات الذلك في ضوء الحجم الضخم للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها في مصر والتي تمثل فرصة كبيرة وسوقا واعدا لاستقبال كبريات الشركات الأجنبية للاستثمار في مختلف المجالات كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنري بوبار لافارج رئيس مجموعة أليستوم الفرنسية اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة أليستوم الفرنسية في قطع النقل العام حيث أشهد السيد الرئيس بالتعاون البناء مع الشركة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا مشددا على حرص مصر على زيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الأنشطة المشتركة مع الشركات العالمية الكبرى مع الاهتمام كذلك بإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل المعرفة وبناء الكوادر ومشيدا بجهود شركة أليستوم في هذا الصدد من جانبه أكد رئيس الشركة الفرنسية اعتزام التوسع في أعمال الشركة في مصر خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها قطع النقل العام المصري والتي تعد بمثابة بوابة لتعظيم استثماراتهم في المنطقتين العربية والإفريقية فضلا عن تعظيم الاستفادة من حجم المشاريع الكبيرة الجاري تنفيذها في مصر التي يتميز العمل فيها بالكفاءة والسرعة اللقاء تطرق أيضا إلى استعراض أوجه التعاون الحالية لوزارة النقل مع شركة أليستوم خاصة ما يتعلق بالهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للسكك الحديدية فضلا عن التباحث حول المشروعات المستقبلية الجاري دراسة تفاصيلها بين الجانبين